اشتركوا في القناة 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 الاقتصادي والتنموي ومعناها انها قابلة القياس وقابلة المراجعة نملك مشروع ثلاثة نحن قدنا قصة مكافحة فساد كانت كونية جميع العالم يتحدث عنها والغريب يا يسف ان الناس والاخوان انه الناس اللي في اول كانوا يعني يطالبون بالمثاليات ولا فلاطونيات بدأوا يستنكرون بدأوا يدافعون ويدافعوني عن مثلا رموز دخلوا الرت مع انه لم يكن لأي احد كائن من كان حصانة امير ولا وزير ولا مواطن عادي انا احدثني كان مدير تسويق في هولندا كانت فيه زيارة عمل لي فاول ما حدثني مدير التسويق لهذه الشركة اسمها فيوتشار سولوشن الموضوع الاول الذي طرح معي في هولندا بعد نزول مطار امستردام كان قضيتين قضية المرأة في المملكة العربية السعودية والثاني قضية مكافحة الفساد لا لا حقيقة تجربة اي تصعي الاثر اللي تركه موضوع الفساد يمكن اعظم من الاربعمائة مليار اللي حصلناها اللي هو الوقاية ان الناس ان بعض القوى قصدك المردود اكثر من المردود المادي المردود اللي هو وقاية والحزم والحزم الذي سيحدث لاحقا وهو حدث صحيح وان تقطع يد من تمتد يده الى المال العام وسيما الفساد الاداري الذي عانينا منه يعني فترة طويلة الشيء الثالث حقيقة موضوع اللي هو تنويع مصادر الدخل ومشروع التوازن الاقتصادي اعتقد انه وين كانوا اجل الى عام 2023 لكن هذا التنويع اعتقد انه يقضى حقيقة لاجل مستقبل اجيال السعودية القادمة ايضا انا سمي هناك ايضا التكيف والاعتدال ايه يعني المنطقة مرت منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي مر مرحلة التطرف والمملكة العربية السعودية كانت مستهدفة وكانت في قلب هذا الحدث الامر الاول نحن استطعنا تعديل البوصلة باتجاه الاعتدال وضد التشدد والانغلاق والجمود والتطرف والامر الثاني ايضا شاركنا نحن حقيقة ان ننشر ننشر الاسلام تعرض لهجمة شريسة منذ 9-11 صح ولا لا وكان مركز هذا الحدث وهذه الدعاية السياسية قادتها ايران وتذكر حكومة اوباما ووضع المملكة العربية السعودية في قلب هذا الحدث واذ بنا نحن نقلب الطاولة طبعا وهذا سعد وصول ترامب للحكم وتطويق ايران اعتقد ودحر اعدانا احباط تدخل ايراني في المنطقة ترى في اليمن اعتقد اجاز كبير وقبله كان في البحرين وجودنا كقوة نافذة في الملف العراقي ومستقبل العراق في سوريا اعتقد استقرار مصر استقرار مصر واعادة لحمة التماسك العربي العربي اعتقد نحن نجحنا بشكل كبير جدا في ان نكون دولة تحتفظ بهذه الحيوية وبهذا الشباب اشوف الاستاذ خالد اش رايك انت هو ذكر اصباب يعني تفصيلية كثير يمكنها حتى لم ترد وبالفعل الحقيقية بس الدراسة ايضا استندت على اختيار السعودية يعني في هذه المرتبة التاسعة يعني اللي يتعامل مع الازمات والقوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية شوف المملكة تملك كل مقومات اكتساب دور القوة الاقليمية ودور اللاعب اساسي على المستوى الدولي حتى يعني كبعد اقتصادي كبعد حضاري احتضانه للحرمين الشريفين كبعد عسكري ايضا تملك قوة عسكرية اقليمية ولكن المملكة الحقيقة لم تحتل هذه المكانة لأنها تملك قنابل نووية او صواريخ عابرة للقارات او حبلا تخنق به الاقتصاد العالمي بالعكس اكتسبت هذا الدور لأنها الحقيقة قررت ودائما تنتهج سياسة تسهم في تحقيق السلم الاهلي في المنطقة وعلى مستوى العالم تلعب دور دائما ايجابي هي اكتسبت هذه القوة من خلال هذا الدور في نقطة مهمة انا بغير وضحها ايه لأنه في دائما تجد أنه في سوء فهم لما يجب ان تقوم به الدول لتكتسب مثل هذا النفوذ الاقليمي او الدولي ايجابي وهو الشرك بناء الشركات مع الدول الاخرى اسهمات في مساعدة الدول الاخرى والمؤسسات الدولية الانسانية والاقتصادية بجانب اللغاء في قصد هذه العلاقات اللي انت تبنيها يعني مثل لما نجي لمشروع اليوم لما تجي تأقد فيه زي العلاقة اشتراكها مع الاردن او مع مصر او مثلا انت تقدم مساعدات لدول اخرى هذه جزء مهم في تعزيز دورك ونفوذك الاقليمي وتعزيز مصالحك وحمايتها بدون هذه الاسهام لا يمكن انكتبني مثل هذا الدور وهذا النفوذ وهذا يتقوم به الدول الكبرى على مستوى العالم التقوقع الداخلي وانتقاد مثل هذا الاسهامات حقيقة لنسمعها بين الحين والاخر من بعض الاصوات المحلية الحقيقة يجعلك في عزلة في محيطك ويجعل دورك اقل تأثيرا في الاخرين وبالتالي المملكة الان الحقيقة من حسن الحظ العالم انها لا تسعى لفرض هيمنة في محيطها الاقليمي لا تسعى لان تكون دولة تفرض ارادتها عسكريا او اقتصادية انما هي دولة دائما تسهم بكل خير وايجابية على المستوى العالمي وتلعب هذا الدور بكل كفاءة في الماضي وفي الحاضر وبالعكس اثبتت الايام الحالية ان هذا الدور اللي قاية تلعب في سوريا وفي اليمن وفي مصر زي ما تفضل الدكتور اسهم بشكل كبير في حفظ المنطقة من الانزلاق الى مدارك اكثر تزعزع ممتاز محمد اشتعليقك انت يعني المملكة بالفعل احتلت هذه المكانة رغم انه انت عارف ان في كثير من الدول حاولت التأثير على المملكة باصطنع المشاكل الحدودية وغيرها يعني في المنطقة وفي الاقليم شوف هو في الحقيقة المرتبة اللي اخذتها المملكة العربية السعودية مرتبة متقدمة وهناك ايضا دوريات اخرى يعني اسسها بعض المفكرين الامريكان دورية امريكان انترستي رأس مجلس ادارتها فرانسيس فوكويراما هذه وضعت المملكة العربية السعودية ايضا في مرتبة متقدمة في المرتبة السابعة لكن ربما مر الخبر على الاعلام يعني يعني متقدمة اكثر حتى من اكثر فورين بوليسي ايضا وضعت المملكة العربية السعودية على مستوى التأثير العالمي في المرتبة الرابعة خلف على مستوى التأثير هذه معلومات ممتازة وجديدة نعم بالضبط غريبا انه اعلام ما التفت لها وهذه احصائيات تقريبا من 2016 الى تاريخنا هذا انا ما بتكلم وبالامكان انه احنا نرجع لحجرها دع الحين هذه الاشياء انت متأكد منها طبعا اللي هي واردة في الفورين بوليسي ايوه نعم وفي دورية امريكان انترست هذه دورية يرأس هذا قريب ولا قبل فترة لا قريب تقول انت من 2016 من 2016 تقريبا 2016 امريكان انترست يرأس مجلس ادارة الدورية هذه فرانسيس فوكو ياما صاحب نظرية نهاية التاريخ معروض وضع المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة وضعت المملكة العربية لم يضعه وضعت اقصد ليه يعني ما ارتفت لمثل هذه ولم بينما قاعدين احنا نحتفل الآن اعلاميا وغيره بوضعنا في المرتبة التاسعة على حين لتذكر انت من ايضا من مواقع يعني موثوقة وفي مراتب اعلى وفي مراتب اعلى اعود واقول انه الدول او المعايير هذه تختلف من كذا ولكنها تعتمد على اسس معينة عندما نتكلم مثلا عن التحالفات المملكة العربية السعودية وهذا ذكر سمو الامير محمد بن سلمان انه ما في دولة بعد امريكا تستطيع عقد تحالفات من 12 دولة او من 15 دولة او من 47 دولة في التحالف الاسلامي ضد الارهاب مثل المملكة العربية السعودية هذه دولة ناجحة في بناء التحالفات الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية وخلافه المملكة العربية السعودية تدرك دورها الاقليمي وتدرك تأثيرها الدولي وبالتالي فهي تتعامل على هذا الاساس عندما نقول انه المملكة العربية السعودية دولة من دول العشرين وتطمح ان تصل الى العشر الاوائر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الوزن الاقتصادي لديها مشروع اعلنته مرتكزاته في رؤية عشرين ثلاثين انها مركز الثقل العربي والاسلامي وحدى مركز الثقل الدولي هذا معلل وانها موقع استراتيجي يصل بين القرات الثلاث وانها قوة استثمارية رائدة على مستوى العالم ولذلك نلاحظ هذا التوازن الاستراتيجي في العلاقات السياسية ترى نادرا ما تكون به دول اقليمية ما بين امريكا وروسيا والصين والهند انت تتحدث عن توازن استراتيجي وعن شراكات شراكات سياسية واقتصادية لمشاريع كبرى فهذا كله اضافة الى القيمة الدينية والروحية الموجودة لديك اصلا المكتسبة اصلا واضافة الى موقعك الاستراتيجي احنا نتحدث عن مشاريع المكان الربية سوف تصبح جزءا مهما في طريق الحريض الصيني وربط القارات بجسر الملك سلمان الذي ننتظره بمشاريع كبرى مثل اليوم صناديق تقنية مثل صندوق سوفت باك هذا اكبر صندوق تقني فانت لديك مشروع وتدرك دورك وهذا مهم جدا ممتاز خلينا نشوف الاستاذ ابراهيم ايش تعليقك انت يعني مثل ما سمعت الزملاء كلهم علقوا على هذا الحضور المؤثر في السياسي والاقتصادي وغيره انت اش رأيك اولا انا اريد الكلام الزميل الاستاذ محمد انه هذه مش اول يعني احصائية مرة نطلع فيها باحصائيات ايجابية يعني انت تتفق مع الاشياء اللي قال ها اتفق معها حتى على مستوى القيادة اسمو ولي الاهدى المير محمد بن سلمان ظهر في اكثر مرة متصدر يعني واجهة السياسة العالمية وفق للصحوف وفق لمجلات عالمية موثوقة فحتى على مستوى القيادة السعودية لها ثقل كبير طبعا هي عظمة لانها انا في رأي لي سببين اولا واجهت تحديات صعبة كبيرة والتحديات الصعبة الكبيرة هذه يعني قل ما بلد يواجه مثل هات تحديات هذه ينجو منها بسلام وبنفس الوقت لانها عظيمة بنفس الوقت استطاعت ان تجري تحولات كبيرة جدا في فترة وجيزة صحيح فتخيل انه تحديات وتربصات واستهدافات وبنفس الوقت تعمل من ان تجعل من هذه البلد بلد عظيم وهي فعلا عظيم لانها انجزت على مستوى التحولات على مستوى الشركات على مستوى التحالفات رحلة الامير محمد بن سلمان الاخيرة الى الهند والباكستان ثم الهند والصين وكان له دور بارز ومهم جدا في المشكلة المشكلة اللي حصلت بين الدولتين صحيح عملية الصلاح وهذا يدل عليش يدل على مكانة وعظمة هذه البلد وثقلها السياسي على مستوى الاقتصادي المشاريع اللي اعلن عنها لدرجة انك تتفاجأ انه التطور في كل مشروع يسابق نفسه بنفسه من ناحية الانجاز من ناحية التطور اوروبا الجديدة قالها سمو الأمير اوروبا الجديدة وبإذن الله اذا الله اعطاني عمر وان شاء الله يعطي سمو الأمير وحنا كلنا جميعا كلتا عمر السلامة نتكر الحياة نحن نحب الحياة نحن نحب الحياة أنه بإذن الله ستتحقق وفق الرؤية طموحة وان شاء الله تحقق المرجو فاصل ثم نعود إليكم